تنتج الأصوات عندما تهتز الأشياء فيمكن أن يكون هذا الجسم وترا مهتزا أو صندوقا صوتيا مهتزا أو غشاء طبل مهتزا إن أي اهتزاز سينقل الطاقة إلى جسيمات الوسط المحيطة به التي بدورها تمرر الاهتزازات خلالها محدثة أمواجا صوتية تهتز الجسيمات إلى الأمام وإلى الخلف خلال انتقال طاقة الموجة لكنها لا تنتقل معها وبما أن الأصوات تعتمد على الجسيمات لنقل الطاقة بهذه الطريقة فإن موجات الصوت تنتقل عبر الأوساط المادية فقط فهي بذلك موجات ميكانيكية تنتقل موجات الصوت خلال الأوساط الصلبة والسائلة والغازية ولكنها لا تنتقل في الفراغ إذ إنه لا يحتوي على جسيمات تهتز الجسيمات دائما على امتداد اتجاه انتقال الموجة وهذا يعني أن الصوت موجة طولية يعبر عن ارتفاع الصوت أو انخفاضه بحدة الصوت والتي يمكن تحديدها بتردد الموجة وهو عدد الموجات التي تعبر نقطة في الثانية الواحدة وتقاس بوحدة هيرتز كلما ازداد التردد ارتفعت حدة الصوت وكلما قل التردد انخفضت حدة الصوت ويتأثر علو الصوت بارتفاع الموجة الذي يسمى سعة الموجة كلما ازدادت سعة الموجة ازداد علو الصوت نحن نسمع الصوت عندما تنتقل اهتزازات الصوت عبر الهواء إلى آذاننا مسببة اهتزاز العظيمات الثلاث الصغيرة في الأذن الوسطى وتتحول هذه الحركة لاحقا الى سيالات عصبية تنتقل الى الدماغ فيتعرف الى الصوت